صعيدي واسرته هربت على اسكندرية بسبب الطار مش متجوز وعايش مع الكلاب وخرب من شخصية نفادي بشخصية عوض اشتغل سيلز وعينه لحد ما وصل للبطولة المطلقة رحلة حاتم صلاح من المزاريطة لحد ما وصل على باب العمارة ويرد انه ممثل تصادف معاه ويعمل دور كوميدي حلو لكن مش معناه انه بقى كوميديان ممكن يكون دوره على حد وصف احد الجمهور زي بومب العيد تفرح بي شوية وبعد كده يصدعك وفيه كوميديان بيتولد عشان يعيش وجوده بيبقى البسمة اللي بتفصلك عن ضغوط الحياة والدحكة من القلب فكل مرة بتشوفه على الشاشة ربنا كرموا بشخصية نفادي في الكبير قوي كسر بيها الدنيا وعرفوا الجمهور وحبوا جدا وبقى ليه جمهور الخاص اللي بيقلت حركاته وبيقول كلماته كمان وكان ممكن حاتم يشبط في الشخصية وما يغيرهاش شخصية كسبانة الجمهور بيحبها لكن عمرها مش هيكون طويل ومهما طال نجاحها الجمهور هيزهق منها والممثل الشاطر أداءه حلو لكن عشان يبقى نجم لازم يبقى زكي ومتجدد هو ده اللي بيعمله حيتم صلاح اللي بسرعة اشتغل على نفسه وفي الوقت اللي كان بيقدم فينا فادي كان بيقدم شخصية تانية خالص في الصفارة وشخصية ريئة قوي في فيلم شلبي مع كريم محمود عبدالعزيز عشان تشوفوا النهاردة بطل مسلسل من بابه اسمه على باب العمارة بيتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة ووتشد وبيحقق نجاح كبير جدا والبطولة في المسلسل ليقى على صلاح بالمقاس وعامل فيها عظمة وبيرمي القفي بمنتهى المعلمة برأن المسلسل مكتوب حلو قوي والمجموع كلها متناغمة وخدمت على صلاح عشان يطلع بالشكل المبهر ده لكن قبل النقلة دي صلاح كان ماشي مشوار طويل ما كانش سهل بس كان عنده شغف وحلم بيسعى لتحقيقه حاتم صلاح اتخرج من كلية التجارة جمعة عين شمس بدأ مشواره التمثيلي في فريق الجامعة وانقطع سنتين اشتغل فيهم واشتغل سلز بشحن بحري وجوي كان بيقف في المركب اي حد بيستورد وبيصدر بيقف معاه ونجح فيها لكنه قرر يسيبها بسبب حبه للفن وقرر يرجع يمثل تاني واشتغل مساعد مخرج فاطرة وكون فرقة اسمها جيل 80 وانت طالع وقدمت الفرقة المسرحية واشتغل في حاجات زي صاحب السعادة مع عادي الامام ولبلبة وجمعوا بيهم مواقف كتير اتعلم منها فكان بيقض يحفظ لبلبة المشهد كله في ساعتين حاتم كان عارف انه يمثل شاطر وفقر يشتغل شغل عادي لما يتخرج لكن لما واقف على المسرح وشاف الجمهور وقال انا هسيب كل حاجة وهنتيم للفن حتى لو هيموت مجوع ودفع الغالي والنفيس عشان يوصل في الشغلينة دي وتعرض لظروف صعبة كتير منها ان منطق فني ما احنا هنأكله كمان وفيه مسلسل تاني مشي منه بالرغم من انه كان قصة مهمة بالنسباله لكنه ما كانش عارف ياخد الورق كامل فكانوا بيدو المشاهد قبل التصوير ومش عاوزين يفهم حجم الدور عشان الفلوس وصلت لدرجة انهم خبوا منه الورق في التلاجة مايقسش برضو ومرضيش يتنازل عن حلمه وقدم ادوار صغيرة في اعمال زي موضوع إلي وفيلم عز الولد واللعبة ثلاثة لحد ما جات فرصة الكبير قوي الموسم السادس واللي كانت بمسابة نقطة تحول في حياته الفنية بعد ما شارك مع ميكي في مصرحية حز القوم عشان تظهر شخصيتنا فادي صديق الكبير قوي وفي نفس السنة قدم مسلسل فاتن أمل حربي ودوره المؤثر في فيلم شلبي